أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذه السورة اسمها سورة الفرقان سميت بذلك بقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان وهي سورة مكية أي نزلت بمكة أي نزلت بمكة ولما نقول سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة قبل الهجرة سواء كانت نزلت بمكة مكاناً أو نزلت خارج مكة أو نزلت خارج مكة كما إذا قلنا أن السورة مدنية فالمقصود بها بعد الهجرة فسواء نزلت في المدينة أو خارج المدينة لأن من القرآن ما هو ما نزل في مكة ومنهما نزل في المدينة ومنهما نزل بينهما ومنهما نزل في الطائف أو في تبوك أو في بدر فالمكي والمدني ضابط الزمان في المكي والمدني هو الضابط الصحيح لتعريف المكي فنقول هذه السورة مكية أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما مقصود هذه السورة قال القرطبي رحمه الله مقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن ذكر موضع عظم القرآن وذكر مطاعن الكفار في النبوة وذكر مطاعن الكفار في النبوة والرد على مقالاتهم إذن هذا هو مقصود هذه السورة الحديث عن القرآن والنبوة هو رد المطاعن التي طعن بها المشركون في هذين الأمرين ولا شك فإن من طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في القرآن ومن طعن في القرآن فقد طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السورة أيها الأخوة فيها إناسٌ للرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية عما واجهه به المشركون في رد ما جاء به من الإيمان والقرآن حينما قالوا إن هذا إلا إثكٌ افتراه قالوا عما ذعن القرآن وقالوا أساطير الأولين وقالوا عنه صلى الله عليه وسلم أهذا الذي بعث الله رسولا إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا وقالوا لو لا نزل عليه قرآن جملةً واحدة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فكل هذا أيها الأخوة إناسٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليةٌ له عن تلك الهجمات الشرسة في شخصه صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي كتابه فإن المشركين كما سيأتين في هذه السورة لم يألوا جهدًا في رد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار ما جاء به من القرآن ولذلك افتتحت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك فعلٌ مضارعٌ من باركة مأخوذٌ من البركة وتبارك فعلٌ مختصٌ بالله تعالى ومعناه أي كثُرت بركاتُه ومن ضمن هذه البركات أيها الأخوة إنزال إنزال القرآن فقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان أي ومن بركاته إنزال هذا الفرقان وقد كرَّر الله سبحانه وتعالى هذه اللفظة تبارك في هذه السورة ثلاث مرات في أولها حينما قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده والموضع الثاني عندما قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك والثالث عند قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لأنها أشرف المقامات أشرف المقام أن تكون عبدًا لله تبارك وتعالى ولذلك ما قال على نبيه بل قال على عبده كما قال في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب والفرقان هو القرآن ليكون للعالمين نذيرًا الضمير فيه ليكون أين يعود أيها الأخوة قال بعضكم للرسول وبه قال بعض المفسرين وقال بعضكم القرآن وبه قال بعض المفسرين وَأَيُّهُمَا أَصَحْ لا مانع من حمل الآية على كل الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرًا وهذا الكتاب كذلك نذيرٌ للعالمين إذ لا تعارُّذ بين القولين للعالمين عامٌ في كل إنسي وجني عاصره أو جاء بعده طيب هنا نقول العالمين هم الثقلان الجن والإنس طيب الحمد لله رب العالمين ما المراد بالعالمين هناك؟ كل ما سوى الله فلماذا قلنا هنا العالمين هم الجن والإنس وهناك قلنا أن العالمين هو كل ما سوى الله السياق سياق الآيات إذ هنا المُكلَّف والمعني بالنذارة والبشارة من هم؟ هم الجن والإنس هم الجن والإنس ولذلك يا أخواني ذو قاعدة الكلمة القرآنية تُفسَّر بحسب سياقها يعني لا تُفسَّر الكلمة القرآنية تفسيراً واحداً في كل القرآن وإنما تُفسَّر بحسب بحسب سياقها على عبده كما قلنا الحمد لله الذي أنزل عبده وكما وصفه في إنزال القرآن وصفه كذلك في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده وصفه بالعبودية وأنه لما قام عبد الله ثم قال الله الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يتخذ ولم يتخذ ردٌ على اليهود والنصارى والمشركين الذين يقولون إن عيسى ابن الله أو عزيرٌ ابن الله أو الملائكة بنات الله ولم يكن له شريكٌ في الملك يقول لبعض هالعلم ردٌ على عبدة الأوثان وخلق كل شيءٍ ردٌ على طائفةٍ يقولون إن الشيطان أو الظلمة تخلُق مع الله فهي ردٌ لجميع الطوائف فنزه سبحانه عن الولد وعن الشريك ثم أخبر أنه خلق كل شيءٍ فقدَّرَهُ تقديرًا أي كل شيءٍ مما سواه مخلوقٌ مربوب وهو خالقُ كل شيء ثم قال سبحانه وتعالى وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ من هم الذين اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ؟ هؤلاء الذين أشركوا أي اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ آلِهَةَ ما صفةُ هذه الآلِهَة؟ لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا ولا يملكون لأنفسهم فضلًا عن غيرهم لا في دفع الضر ولا في جلب النفع ولا يملكون لهم موتًا ولا لغيرهم موتًا ولا يملكون حياةً ولا يملكون النشور بل هذه كلها من اختصاص من الله تبارك وتعالى فإذن من المستحق للعبادة؟ من المستحق الذي يُتَّخَذ الواجب الذي يجب أن يُتَّخَذَ إِلَهًا؟ هو الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ قُرَيْش الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ قُرَيْش إن هذا الضمير في هذا يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن المُخبر عن تبارك الذي نزَّل الفرقان على عبده إن هذا إلا إِثْ كُنِ افْتَرَاه ما المُناسبة بين هذه الآية والتي قبلها؟ قال بعض أهل العلم لما قرَّر الله عز وجل بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده قرَّر هنا في هذه الآية صحة الرسالة وبطلان من عارضها أو اعتراضها وهي مُقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أين قرَّر التوحيد بالدليل القاطع؟ في أي آية؟ لا يخلقون أين قرَّر الرسالة؟ وهي معنى شهادة لا إله إلا الله ليس كذلك؟ وأين قرَّر معنى الرسالة؟ في قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفترى فلما قرَّر سبحانه وتعالى صحة التوحيد قرَّر في هذه الآية صحة الرسالة إن هذا إلا إفك الإفك هو الكذب افتراه أن يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون يعني يقولون أنت لا تظنون بعد أنه افتراه وكذبها يعني أنها جيد وأنه يعرف فيها حتى يفتري حتى الإفتراء والكذب ترى ما هو من عنده شوف إمعاناً في إيش في رد النبي صلى الله عليه وسلم تراه كذب وأعانه عليه قوم آخرون شوفوا كيف بلغ كفار قريش من العتو ورد النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى حلمه صلى الله عليه وسلم إلى خلقه صلى الله عليه وسلم حينما استمر في دعوتهم ولم يدعوا عليهم وقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا وأعانه عليه قوم آخرون أي استعان على جمعه بقوم آخرين قيل إنهم اليهود وقيل عبيد للعرب من الفرس أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يزعم كفار قريش فقد جاءوا من هم الذين جاءوا؟ هؤلاء الكفار ظلماً أي قد افتروا هم قولاً باطلاً يعلمون أنه باطل ويعرفون أنه كذب وزوراً والزور هو تحسين الباطل أي أنهم جاءوا بالظلم وحسنوه ما اكتفوا أنهم جاءوا بالظلم إنما جاءوا بالظلم وحسنوا هذا وزوروه حتى يكون هو الحقيقة يعني أنهم هل فقط قالوا إن هذا إلا إفك كذب وتركوه؟ لا قالوا إفك وأمعنوا قالوا ترى كذاب ما هو حتى الكذب ما يعرف يكذب أعانوا عليقهم من أخروا واكتفوا بهذا قالوا لا فقد جاءوا ظلماً وزوراً أي زوروا وحسنوا هذا الباطل حسنوا مقالتهم حتى يصدقهم غيرها وقالوا أساطير الأولين شبهة أخرى شبهة أخرى وهذا لما قيل لهم هناك أخبار موجودة نعرف أنها موجودة في الكتب مفتورية أخبار نعرفها قالوا هذه أساطير الأولين كتب الأولين استنسخها ليست قرآن لم يرسل لم ينزل عليه فهي تملى عليه يعني تقرأ عليه بكرة وأصيلة في أول النهار وآخرة وهذا الكلام أيها الإخوة لسخافته وكذبه كل أحد يعلم بطلانه إذ قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول وأنه لم يكن يعاني شيئاً من الكتاب فكان رجلاً أمياً في أول عمره وفي آخره صلى الله عليه وسلم وليس كذاباً بل كانوا يسمونه الصادق ويسمونه الأمين ثم قال الله سبحانه وتعالى قل أنزله أي قل يا محمد أنزل من القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي الله سبحانه وتعالى الذي الذي أنزل القرآن المجتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً الذي يعلم السر في السماوات والأرض الله يعلم سبحانه وتعالى الله يعلم السر فقط أو يعلم السر والجهر فلما لم يذكر الجهر هنا لأنه من باب أولى لأنه من باب أولى ماذا تفهمون يا أخواني والله إن هذا القرآن عجب قالوا إذك أساطير زوروه ثم معا كل هذه الافتراءات دعاهم القرآن إلى ماذا؟ إلى التوبة والإنابة وذكرهم برحمته سبحانه وتعالى فهؤلاء يا أخواني مع كذيبهم وافترائهم وفجورهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه كما قال الله سبحانه وتعالى في قول اليهود ويالنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ثم قال الله بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم وكما قال الله في أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا يقول الحسن البصري رحمه الله عن هذه له انظر إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة ولو درس دارس أيها الإخوة دعوة القرآن إلى مواطن دعوة القرآن إلى المغفرة والرحمة والتوبة حينما يذكر أشد أنواع الذنوب لوجد من ذلك عجبا ثم قالوا أيها الإخوة شبهات أخرى شبهات يتلوها مرة يطعنون في القرآن ومرة يطعنون في من أتى بالقرآن في صاحب الرسالة وكما قلت لهم تذكروا كلامي أني قلت لكم هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عاما وجهوا به المشركون فقال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك قالوا أي كفار قم ريش ما لهذا الرسول هالرسول هذا ليش يأكل الطعام يأكل الطعام مثل ما نأكل إيش ميزة عنا ما في ميزة ما في أي ميزة لمحمد حتى يرسل ولا يرسل أبو جهل لو لا أنزل هذا القرآن على الرجل من القرآنين العظيم ويمشي في الأسواق يعني يتردد فيها يقول أنا رسول ومن عند الله وموحى إليه يروح يتكسب أنت الرسول مع المفروض معك كنز أنت مدام أنك مرسل من الرسول من الله عز وجل ما يعتاج أنك تذهب إلى الأسواق وتبيع وتشتري لو لا أنزل إليه ملك شيء آخر أي هل لا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهد على صدقة يعني أنه المفروض أنه يجي مع ملك كل ما قالنا الرسول قال الملك معه ترى صادق شوفوا كيف العتو والاستهتار والاستهزاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معه نذيرا كما قال فرعون فلولا ألقي عليه السورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم ثم قالوا أو يلقى إليه كنز أي علم كنز ينفق منه أو تكون له جنة يأكل منها تسير معه حيث سار يعني يقولون أنت بس تقولون أنا رسول ومعي قرآن وأنت مثلنا تأكل وتمشي في الأسواق لا أبدا تصير لك أم جنة أن تمشي معك شوف كيف الاستهزاك وكيف التعنت والعنات وزادوا على ذلك وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني هذا رجل ساحر مسحور كذاب أفاك تعالى كذبوا والله فهم أهل البهت وأهل الكذب إذ لو جاء الرسول ملك لقالوا هذا ملك والله ما نستطيع لابد يصير مثلنا حتى نشوف يستطيع نفعل مثل ما يفعل كن قدوة لنا يجيب لنا ملك هذا ما قدر لا قدرة لنا به إذ ليس مرادهم البحث عن الحق دائما يا أخواني أصحاب الحجج لا يسد له باب كلما أغلقت بابا فتح أخر ولذلك قال الله عزيز انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا أي جاءوك بما يغذفونك وكذبونك بهم من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر وكلها أقوال باطلة فظلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا ثم قال سبحانه وتعالى تبارك الذي إن شاء وهذا الموضع الثاني من قوله تبارك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك أي لو شاء سبحانه وتعالى لجعل لك خيرا من ذلك الضمير في ذلك أين يعود أيها الأخوة يعني إما أنه يعود إلى ما ذكروه في النقاش من الكنز والجنة في الدنيا أي ما ذكروه في هذه الأشياء أو يعود إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق ويرى الطبري رحمه الله القول الأول بأنه أظهر في الضمير أما ابن عطية رحمه الله فيرى أن الكل محتمل ويعود إلى ما ذكر وهذا الصحيح ولا لا الكل محتمل إلى كل ما ذكره قال سبحانه وتعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا قريش كانوا يسمون كل بيت من حجارة قصرا سواء كان كبيرا أو صغيرا أما البيت فيسمونه إذا كان من الخيام يسمونه بيتا وإذا كان من الحجارة يسمونه يسمونه قصرا وسمي قصرا لأنه قصر على الداخلين فيه قصر على الداخلين فيه قال سبحانه بل كذبوا بالساعة أي إنما يقول هؤلاء ليس طلبا للحق وإنما تكذيبا وعنادا وأعتدنا لمن هذه حالهم أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد في مقام الحشر سامعوا لها تغيُّضا سامعوا لمن جهنم تغيُّضا هل التغيُّض يُسمع أو يُرَأ التغيُّض لا يُسمع التغيُّض لا يُسمع وإنما المسموع أصواتٌ دالةٌ على التغيُّض كما قال ابن عطية رحمه الله وزفيرا الزفير صوتٌ مودود كصوت الحمار عند نهيقه إذا أُلقوا فيها أي أُلقوا في النار هؤلاء الذين كذَّبوك سامعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميَّز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظه على من كفر بالله عز وجل نعوذ بالله من نار جهنم ثم قال الله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سامعوا لها تغيُّضا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ قال عبد الله مثل الزج في الرمح إذا أُلقوا في ضيقها مكانًا مُقَرَّنِينَ أي مُكَتَّفين أي مربوطٌ بعضهم إلى بعض وروي أن ذلك بسلاسل من نار نعوذ بالله وقال ابن كثير مُكَتَّفين أيديهم إلى أكتافهم ولا تعارُض بين القولين ولا تعارُض بين القولين فمُقرَّنين أن حالهم أنهم مُكَتَّفون وكذلك مقرونٌ بعضهم ببعض فاجتمع عليهم أيها الإخوة ضيق المكان وتزاحُم السُكَّان وقرنهم بالسلاسل والأغلال نعوذ بالله يون النار اجتمع عليهم شرُّ حال وإذا أُلقوا منها مكانًا ضيقًا مُقرَّنين دَعَوْهُ نارِكَ ثُبُورًا أي بالويل والحسرة والخيبة لا تدعُوا اليوم ثُبورًا واحدًا ها ثُبور واحد تقولون يا ويلتَه لا بل ويلاتٌ وويلات لا تدعُوا اليوم ثُبورًا واحدًا وادعُوا ثُبورًا كثيرًا والثُبور هو الهلاك وهو يجمع الهلاك والويلة والخسارة والدمر كما قال موسى لفرعون وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا أي هالك قل أذلك خير قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين أذلك خير أذلك ما هو الضمير يعود إلى ماذا يا أخواني إلى ما ذُكر من أحوالهم في النار خير أم جنة الخلدي المناسبة ظاهرة إذ أنه لما بيّن الله عز وجل جزاء الظالمين بيّن هنا جزاء المتقيم قل أذلك خير أم جنة الخلدي أي يا محمد هذا الذي وصفناه من حال أولئك الأشقياء الذين يخشرون على وجوههم مقرنين مكتفين اجتمع عليهم ضيق المكان وتزاحم السكان والأغلال والسلاسل خير أم جنة الخلد التي يخلد فيها ووُّعد فيها المُتَّقون تلك الجنة التي لهم فيها ما يشاءون من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر فيها ما لا عين رأت اختلف فيه المفسرون في المراد فيه كان على ربك وعداً مسؤولاً على قولين القول الأول وعداً مسؤولاً أي واقعاً لا محالة يعني وعداً واجباً والوعد الواجب واقع لا محالة الوعد الواجب من الله سبحانه وتعالى واقع أي ما وعد الله عز وجل به المتقين وعداً متحققاً واجباً سيكون وقال بعض المفسرين وعداً مسؤولاً أي سلوا الذي وعدناكم ننجزكم أي نحن وعدناكم فسلوه يوم القيامة أن ننجزكم يعني تقولون يا ربنا أين جنة الخلد التي وعدتنا واضح الفرق بين القولين الفرق واضح بين القولين ثم قال الله سبحانه وتعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِي هَاؤُلَا أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ قال ابن عطية عند قوله تعالى وَمَا يَعْبُدُونَ يُرِيدُ كُلَّ شَيْءٍ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَغَلَّبَ عِبَارَةْ عَمَّا لَا يَعْقِلْ مِنَ الْأَوْثَانِ لأنها كانت الأغلب وقت المخاطبة ولذلك يجيب من يعقل بهذا الجواب ومن لا يعقل يقدرهم الله على هذا الجواب فينطقون طيب يقول الله سبحانه وتعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ هَأُولَاءَ وَمَا يَعْبُدُونَ يَحْشُرُ الْعَابِدُ وَالْمَعْبُودُ فيسألهم هذا السؤال أَأَنتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِي أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ ماذا سيكون الجواب يا أخواني سيقولون أحد أمرين إما نحن أضللناهم أو هم ضلوا السَّبِيل هل نجد في الجواب هذا الجواب لا قالوا ماذا جوابهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يعني كان السؤال إما أن يقولون نحن ضللناهم أم هم ضلوا السَّبِيل لكنهم أجابوا بجواب آخر فما وجهه؟ قال الفرَّى معناه ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك ونتخذ غيرك وليا معبودا فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا؟ أي إذا كنا نحن لا نعبد غيرك فكيف ندعو أحدا إلى أن يعبدنا؟ فاقتضى هذا الجواب جوابا إيش؟ وتنزيها يعني هذا الجواب يا أخواني جوابا وتنزيها أي محال محال أن ندعوهم؟ محال أن ندعوهم إذا كنا نحن لا نستطيع أن نعبد غيرك ولا يليق بنا أن نعبد غيرك فكيف ندعو غيرنا أن يعبد أن يعبدنا يا رب أي أن يعبدنا قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك قرئت بفتح النون أن نتخذ نحن وقرئت بالضم أن نتخذ أي ما ينبغ لأحد أن يعبدنا وهي قريبة من المعنى الأول ولكن متعتهم وأباءهم أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكرى أي نسوا ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك وكانوا قوما بورا قال ابن عباس أي هلك قال قتاده والله ما نسي قوم ذكر الله إلا باروا وفسدوا وأفسدوا منين أخذها؟ من هذه الآية من هذه الآية وبين الله عز وجل في هذه الآية أن سبب نسيانهم لما جاءت به أنبياءهم ما متعهم الله عز وجل بالنعم الدنيوية وأدرها عليهم وعلى أسلافهم ففي هذا تحذير أن الدنيا وزينتها وفتحها أن الدنيا بزخرفها وزينتها ليست دليلاً على أن الإنسان على الحق ولذلك قال الله عز وجل ولكن متعتهم وآباءهم حتى نشوا الذكر وكانوا قوماً بوراً فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً أي فقد كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنكم اتخذتموهم قرباناً يعني هؤلاء كذبوكم بما تقولون يا من عبدتم المعبود كذبكم يعني أنت لما تقول فلان قال ثم يقول فلان ما قلت له معناها أنه بطلة الحجة ولا لا فلان أمرني قال كذب ما أمرته فقد كذبوكم بما تقولون أي هؤلاء كذبوكم بدعواكم فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً أي لا تقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم ومن يظلم منكم أن يشرك بالله نذقه عذاباً كبيراً ثم قال سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا 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 إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامِ تَسْلِيَا لِلنَّبِيَهُ سَلَّمْ يعني لا تظن يا محمد إنك بدع من هؤلاء الرسل ما أرسلنا قبلك من المرسلين كل المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام فما أرسلنا ملكاً بل هم يأكلون الطعام كما يعيبك به هؤلاء ويمشون في الأسواق أي تاجرون للتكسب والتجارة وذلك غير منافٍ لحالهم ومنصبهم فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا لهؤلاء المرسلين من السمات الحسنة والصبات الجميلة والأقوال الفاضلة والخوارق الباهرة ما يستدل به كل ذولب وذي عقل على نبوتهم إذ ليس أكلهم الطعام ومشيهم في الأسواق علامةً على عدم النبوة بل الأنبياء قبلك كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما قالت سبحانه وتعالى في آية أخرى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ النُّوحِ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَالِدِين قال القرطبي رحمه الله هذه الآية أصلم في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك إذا كان الأنبياء والمرسلون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يتاجرون ويبيعون ويشترون ولا يكونوا عالةً على غيرهم فغيرهم من باب أولى ولذلك كان زكريا عليه السلام نجاراً وكان داود يأكل من عمل يأكل من عمل يده كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم ورعاها كذلك نعم لقراريط لأهن مكة فليس هذا قدحاً في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأنبياء الذين قبله ثم قال الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أي اختَبَرْنَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَبَلَوْنَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا أَتَصْبِرُونَ فالصحيح فتنة للمريض الصحيح يا أخواني فتنة للمريض نزل على رجل من القريتين عظيم والآمر بالمعروف فتنة للمأمور والعكس يقول الله جعلنا بعضكم لبعضهم فتنة أتصبرون أي أتصبرون على هذه الفتنة وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا أي أعلم بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته قال محمد بن إسحاق عند قوله تعالى وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِمَعْضٍ فِتْلَةً نَتصبرون قال يقول الله لو أشئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ولكني قد أردت أن أبتلي العبادة بهم وأبتليهم بهم وفي صحيح مسلم عن عياذ بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني مبتليك ومبتلٍ بك فالله عز وجل جعل العبادة فتنة وهو أعلم حينما جعل الرسالة في محمدٍ صلى الله عليه وسلم أيها الكفار المعاندون فتنةً لكم لنعلم مدى عبوديتكم وانقيادكم لله سبحانه وتعالى وهو أعلم وأبصر حينما جعل الرسالة فيه لا في غيره وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك